بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم معلمتكم فاطمة اليحيا لمادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الثالث الابتدائي حتى نستفيد من درسنا لهذا اليوم هناك ماذا قوانين لابد أن نطلع عليها ألا وهي أبحث عن مكان هادئ أجهز جهاز الحاسب الآلي وأجلس ماذا جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث وأجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع درسنا بإذن الله سيكون عن فتح وإغلاق السحاب الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالب على مهارة إغلاق وفتح السحاب الأهداف الخاصة ثلاثة أهداف أولها أن يعرف الطالب والطالب السحاب ومكانه في الملابس أن يمسك الطالب والطالب السحاب وينزله للأسفل لفتحه أن يمسك الطالب والطالب بالسحاب ويرفعه للأعلى لإغلاقه هنا صديقتنا نورة تسلم وتقول أهلا يا أصدقاء السلام عليكم مستعدون يا أصدقائي لنتعرف على الملابس التي تحتوي على السحاب نعم مستعدون هيا حسنا يا طلاب هنا على الشاشة توجد صورتان لسترتان أو قميصان أو بلوزة أي كان اسمها أين هي السترة أو القميص الذي يحتوي على سحاب سحاب لقد تناولناه في دروسنا الماضية من يتذكر؟ سحاب هيا هذه القطعة ما هي؟ يا ترى سحاب أحسنتم أما القطعة التي بجوارها فنشاهد ماذا؟ أزارير أزارير لماذا؟ لإغلاق ماذا؟ القميص حسنا طلابي وطالباتي الآن سنقوم مع بعضنا البعض بمعرفة كيفية فتح السحاب هنا لدينا ماذا؟ فستان جميل اللون حتى أقوم بفتح السحاب ماذا يجب علي أو ما هي الطريقة؟ أقوم بارتقاط السحاب بالإبهام والإغلاق عليه أولا أمسك به بالسبابة وأغلق عليه بالإبهام بعد ذلك أقوم بالفتح بالنزول إلى الأسفل ذكرنا أن فتح السحاب يكون بالنزول إلى الأسفل اتجاه الأرض أو اتجاه الأقدام هيا بهذه الطريقة طلابي ماذا تشاهدون؟ قمنا بماذا؟ بفتح ماذا؟ قمنا بفتح الفستان كيف نقوم بإغلاق سحاب الفستان؟ نقوم بإغلاقه طلابي كيف؟ بالإمساك بالسحاب والإتجاه إلى الأعلى للرأس أو السماء هيا نمسك ونقوم بالصعود إلى الأعلى هكذا بهذه الطريقة قمنا بماذا؟ بالإغلاق إذن صعود إغلاق نزول فتح نعود إلى الشاشة ونشاهد حتى تستطيع الوالدة أو الوالد تدريب الطالب أو الطالب على فتح السحاب لا بد لها من أن تنظم هذه المهارة من خلال تحليلها أولا أن ينظر الطالب إلى السحاب ويمد يده ويمسك به بعد ذلك إما أن ينزله أو يسحبه حسب رغبتي في المهارة فتح أو إغلاق نشاط رقم خمسة يقول صل بين السحاب المفتوح والسترة المفتوحة وبين السحاب المغلق والسترة المغلقة هيا طلابي هيا أحسنتم سحاب مغلق وهذه هي السترة المغلقة سحاب مفتوح وهذه هي السترة المفتوحة بارك الله فيكم الآن نشاط رقم ستة يقول لون السترة ذات السحاب المفتوح هيا أين السترة ذات السحاب المفتوح طلابي مغلق مفتوح أيهما ذات السحاب المفتوح أحسنتم هذه هي ذات السحاب المفتوح كيف ميزناها أو كيف قمنا بالتفريق بينها وبين المغلق سأشير إليكم الآن وسأخبركم بالفرق نقوم أولا بماذا بالتلوين ماذا عنكم هل قمتم باختيار اللون المفضل لكم ترجمة نانسي قنقر حسنا طلابي ذكرت أني سأخبركم كيف قمنا بالتمييز نشاهد هنا بأنه لا يوجد ماذا لا يوجد فراغ أو ماذا لا يوجد فراغ أو أحسنتم أو انكشاف لما تحت السترة أما هنا نشاهد بأنه يوجد انكشاف لما تحت السترة أو ماذا نستطيع مشاهدة ما تحت السترة هذا يعني بأن السحاب ماذا تم فتحه حسنا نشاط رقم اثنان يقول صل بين السترة التي تحتوي عليه أين السترة التي تحتوي على السحاب هيا بارك الله فيكم هذه هي الإجابة الصحيحة نشاط رقم ثلاثة يقول ضع دائرة حول مكان السحاب في السترة دائرة حول مكان السحاب في السترة هذه هي هذه هي هذا هو طلابي ماذا رأس السحاب سأقوم الآن بالإشارة إليه ومشاهدته مع بعضنا البعض هذا هو طلابي حيث أشير إليكم الآن هو ماذا رأس ماذا السحاب حيث ماذا نستطيع الإمساك به والتقاطه والتمكن من التحكم في السحاب إما بفتحه أو بإغلاقه إذن هذا هو ماذا طلابي هو رأس السحاب تتعدد أشكاله وتتعدد ألوانه ولكن هذا هو طلابي حسنا نعود إلى الشاشة نشاط رقم أربعة يقول صل بين الصورة والسهم المناسب الدال على اتجاه السحاب عند فتحه ذكرنا طلابي فتح السحاب يعني اتجاهه للأسفل للأرجل أو الأرض إذن أين يتجه السهم للأسفل بارك الله فيكم إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم حتى يتم تعميم المهارة أرجو من أولياء الأمور تدريب الطالب على كيفية فتح وإغلاق السحاب وكيفية الإمساك بالسحاب والتحكم في اتجاهه فيما يخص التوصيات الحرص على المراجعة الدورية وحل الواجبات المنزلية ورفع مستوى الدافعية ونقل الخبرات والأثر التعليمي من الحصة الدراسية إلى المنزل إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم استودعتكم الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة